بسم الله الرحمن الرحيم نحن نختم السنة بالمهندس محمد صاروط محاضرة عن الجيو ديزاين وإزاي هي تقدر تغير العالم محمد صاروط Urban Planning and Geomestic Expert ومشارك في مجلة اكسيبرت في عمد جيو ديزاين ومستر دجري ان Urban Planning وإن شاء الله هيدينا محاضرة النهاردة في الجيو ديزاين صد يا سيدة الخاصة شكرا جدا حلاك عشفانتس وانا شرف لي جدا ان انا هكون معاكو شوفي ناس تمام ابدأ خلاص يعني ولا او صدر حما حضرتك تصدر تمام احنا نتكلم نهاردة عن الجيو ديزاين هنعرف ايه هو المفهوم الجديد اللي بقى للتخطيط العمراني والتصميم بعد التكنولوجيا الجيدة اللي احنا وصلنا لها الحديثة احنا بس انا في الاول هنقول مقدمة بسيطة علشان بس نعرف ايه اهمية الجيو ديزاين واحنا ليه اتجاهنا العالم انتجها بدأ يتجه للجيو ديزاين طبعا العالم دلوقتي عالمنا كله بيواجه تحديات كبيرة جدا مشكلات نتجة عن التداخل البشري مع البيئة احنا ما بنحافظش على البيئة بتاعتنا يعني ما بنرعيش البيئة في اي تصميم لنا او تخطيط وده قدأ لمشكلات كبيرة جدا زي مشكلات المناخ طورات المناخية وده المشكلات كبيرة جدا اللي العالم بيواجهها مشكلات تانية زي التحضر والتحضر العشوائي والنمو السكاني المتزايد والعولامة والزيادة وما فيش مراعاة للاجتماعيات ولا قبل الكلام ده طبعا احنا ما كناش في احتياج ان احنا نحتاج المخاططين بشكل طبعا محتاجين مخاططين طول من بداية الخليقة على الارض بس ما كانش في احتياج قوي جدا ليهم كده بحيث ان احنا نكون محتاجين ناخد القرار السليم نتنبأ بالحاجات المستقبلية بالمشكلات اللي هتبقى تحصل بعد جدا قدام في المستقبل فدخل لان ان احنا نتجه ان احنا سويا معيش فدخل لان ان احنا نتجه ان احنا نهتم جدا بالتخطيط عشان نحافظ على البيئة والكوكب اللي احنا بنعيش فيه طبعا بعض المشكلات اللي نتجت عن التدخل البشري الخاطئ وان الانسان ببدأ يهمل في البيئة وما بيعاش يقوم بدوره كويس جدا بدوره على اكمل وجه زي طبعا مشكلات زي زوبان الجليد في القطبين وده قد يحصل عنه مشكلة كبيرة وهي ارتفاع منسوب سطح البحر طبعا احنا اكبر دولة بتعاني من الموضوع ده وعندنا خطر كبير جدا في واجه مصر خصوصا احنا كلنا كسكان في مصر عايشين في خمسة فيماية من مساحة مصر الوادي والدلتا فالدلتا طبعا لما تغرق فده اكبر خطر هيهدد مش عارفين هنودي فيهم السكان نفيش في الوقت اللي احنا نهجر منه ونودي في الصحرة فدي طبعا مشكلة كبيرة كمان احنا بناخد ساعات قرارات تخطيطية حتى في الوقت الحديث بعد ما وصلنا لتكنولوجيا كبيرة وتقدم كبير بناخد قرارات تخطيطية ممكن تكون خاطئ زي اللي احنا حصلت دلوقتي في القاهرة الجديدة وزي اللي بنشوفه في ان دلوقتي بيت السيول كل سنة بتعمل نفس المشكلة وتهدد المنطقة هناك وتعمل خسائر كبيرة ومشاكل وأرواح بتروح بسبب ان احنا خدنا قرار تخطيطي خلط ما درسناش ايه المشكلات اللي هتكون هتنتج عن القرار ده ده برضو مثال عن مدينة رشيد الجديدة مدينة دي لسه تحت التخطيط ده طبعا انا جايب لكم بس ده مثال بسيط احنا ما عملتش دراسة كاملة بس الصورة اللي فوق على الشمال دي صورة من جوجل ارس 2020 حاليا الصورة اللي انتحت منها على طول دي 2003 مش عارف هي بيضة عند حضراتكم ولا بس لو بصيته على الساحل هتشوفه قد ايه ده ااكل اصلا كمان مصاب رشيد ده معمول عنه دراسات كتيرة جدا وقد ايه هو حصل فيه تآكل الصورة دي هتبقين لحضراتكم اللي تحت على الشمال ازاي ان حصل فيه تآكل معروف ان فيه خمسة كيلو متكليم خمسة كيلو متر مربع في فترة زمنية مش كبيرة والتكليم من فرع رشيد من نصب فرع رشيد وده طبعا بسبب ان احنا كمان بعد ان احنا بينينا السد العالي فحصلت ما بقاش فيه ارساب ما بقاش فيه اي حاجات كل ده بيتحجز وورا السد العالي فاحنا خلاص ما بقاش فيه الارساب اللي كان بيحصل من الفرعين بتوع نهر النيل ما بقاش بيحصل وبالتالي بدأ يحصل فيه نشاط الطيارات البحرية في البحر المتوصف وبعدى يحصل فيه تآكل في المصابين فكمان احنا ناخد قرار ان احنا نخطط مدينة جديدة في نفس المكان فبتهالي ان ده القرار يعني مش هقول ان هو غلط بس احنا لازم نحسب له ايه العواقب وخصوصا ان احنا عندنا مشكلة وهي ارتفاع مزو سطح البحر لازم نحسب كل العواقب دي المشكلة الرئيسية عندنا دلوقتي هي ان احنا الكوكب بتاعنا بقى خارج بقاش في مقدرته ان هو اصلا يدعمنا باحتياجاتنا الحالية مش كمان احنا بنتكلم عن تنمية مستدامة يعني احتياجات مستقبلية لا بحتى الحالية ما بقاش قادر ان هو يدعمنا فيها بقى عندنا مشاكل كبيرة جدا وعلشان كده بقى فيه عندنا شوية تساؤلات تساؤلات دي ظهرت نتيجة طبعا المشكلات الكبيرة اللي حصلت ومنها ان احنا دلوقتي ازاي المخاططين هيقدروا يتعاملوا بنجاح مع التحديات الكبيرة المتزايدة المعقدة اللي ظهرت دلوقتي خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي اللي العالم كله بيعيشوا مش بتكلم على بلدنا احنا بس تاني حاجة ازاي ان احنا هنحدد التأثيرات الطويلة المدى للخيارات اللي احنا او القرارات اللي احنا هنتخذها في الايام دي يعني احنا دلوقتي هناخد قرار دلوقتي طب القرار دوت هيكون نتايجه ايه بعد كم سنة احنا بنتكلم في جيو ديزاين لما بعد ما هنشوف دلوقتي في الكلام اللي احنا نوصل له ان احنا بنوصل ان احنا بنعمل مخططات بتوصل على المدى بتاعها 250 سنة مش بس مخططات 20 سنة و25 سنة كمان ازاي ان احنا نقدر نوفق ما بين الحاجتين اللي صعب جدا والعالم كله ببقى صعب ان هو يوفق ما بينهم وهو التوفيق ما بين تنمية الاقتصادية وحماية البيئة ودول التحديين اللي دايما نهوش بعض ما بنقدرش ان احنا نوفق ما بينهم الحاجة الاخيرة هو ازاي ان احنا نقدر نقيس التأثير التراكمي لكل الكرارات اللي احنا بناخدها سواء على كل المقاييس احنا لو بناخد قرار ان احنا هنعمل تخطيط لمجاورة هيبقى تأثيرها ايه على الحي وتأثير الحي ايه على المدينة تأثير المدينة ايه على الاقليم بتاعها تأثير الاقليم على الدولة الدولة على العالم كله فاحنا لازم نعرف كل التأثيرات على مستوى المقاييس المختلفة المفهوم العام للجيو ديزاين هو ظهر الطبيعي بتاعنا ان احنا عندنا اي مؤسسة واي هيئة تيجي تعمل مخطط تعمل اي تخطيط الشرط حتى تخطيط عمراني اي تخطيط فلازم تمشي بثلاث مراحل المرحلة الاولى وهي ان هي تجمع الداتا الداتا بتاعتها تخدها وتعملها تخزين وتنظامها وتعملها manage تاني حاجة نعمل تحليل للداتا دي عشان نقدر نقيم الوضع الراهن اللي احنا فيه ونشوف احنا فين الحاجة الاخيرة هو ان احنا نعمل الديزاين التصميم التصميم للحاجة اللي احنا عاوزين نوصلها الجيو ديزاين هو برضو ماشي بنفس المنهج بس بيعتمد على ان احنا يعني زي فكرة الجائس الجائس هو برضو هو نفس الفكرة بس هو ضعف حتة المكان اللي هو التحليل للمكان او البعد المكان برضو بجيب البيانات براعي في البيانات دي البعد المكاني بتاعها بعمل لها تحليل وبعد معمل للتحليل واشوف الوضع الراهن وقيم الوضع الراهن واعرف انا وضعي ايه وازاي هاوصل للوضع اللي انا مرغوب فيه اللي انا عايز اوصله في التصميم وبحيث ان انا اراعي زي ما قلت التوفيق ما بين البيئة والتنمية اللي انا عاوز اعمالها التاريخ بتاع الجيو ديزاين ظهر امتى او ايه يعني بدأ ازاي حقيقة ان مفهوم الجيو ديزاين او فكر الجيو ديزاين هو معانا من بداية الكون كون ان احنا اصلا من بدء الخليقة واحنا بنفكر ازاي نتأقلم مع البيئة زمان الانسان القديم بدأ ان هو كان بيسكن ما بيسكنش الوادي وبعد كده بدأ يسكن الوادي بدأنا احنا اصلا نتركز حوالين الوادي والدلت عشان نهر النيل وازاي ان احنا نتأقلم مع البيئة عشان الزراعة وعشان كل الحضارة تنشأ هو ده فكر الجيو ديزاين اصلا هو من زمان بس الفكرة ان هو خلاه دلوقتي بدأ يظهر او نهتم بيه جدا هو التكنولوجيا الحديثة اللي بدأت تظهر واحنا نوصلها كان زمان زمان احنا نشوف برضو بعد شوية احنا عشان نعمل تحليل او نعمل نختار حاجة الملاءمة كويسة جدا ان هو نختار مكان معين مخطط معين هنعمله المدينة في مكان وانا بنعمل تحليلات التحليلات دي طبيعة العقل البشري وطبيعة الحاجة طبيعية ان مش يقدر يلم كل كل حاجة ويقدر يحللها في حاجات لازم تسقط منه بس دلوقتي مع التكنولوجيا الجديدة واللي احنا وصلنا لها والليب ليرنينج والارتيفاشال انتينيجنس الزكاية الاصطناعي الموضوع ده بقى سهل جدا لان احنا بنحط شوية اوامر وشوية قواعد ومعايير بنحطها في الجهاز وهو بناء عليها بيقدر ان هو يحلل وياخد كل الابعاد معاه في الاخر يديني قرار فعلا يديني ناتج اقدر اخد عليه قرار القرار ده انا عارف لاتجته اهتباع ايه عن المستوى القريب ومستوى البعيد وكده احنا لوصل ان احنا عايزين يعني دلوقتي احنا نتكلم عن ايه هو بقى فعلا ان الجيو ديزاين الجيو ديزاين بكل بساطة فبيتكون من كلمتين الجيو اللي هي الجيو جرافي اللي هو المكان او الواقع المكاني اللي بنحنا هنعمل فيه بنعيش فيه عموما اللي هو الارض او الكوكب بتاعنا بعد كل المستويات طبعا تاني حاجة التصميم طب بالتالي اللي هو الجيو جرافي او الجيو جرافي هو ان انا بشوف ايه الجانب الطبيعي والجانب البشري الانسان والبيئة اللي موجودة اللي بيعيش فيها بشوف دلوقتي البيئة وضعها ايه والانسان بيتعامل معاها ازاي وزاي هم اللي اتنين بيتفعلوا مع بعض وببدأ احدد التصميم اللي انا عايزه محتاج انا هوصل لإيه محتاج هعمل ايه طبعاً بعد ظهور الـ JIS الموضوع ده اختلف جداً بقى أسهل بكتير عن الأول بقى فيه البعد المكاني بقى يعني واضح جداً بقى في كل دراقتي مفيش تريباً مخطط في العالم مخطط بيتعامل من غير الـ JIS علشان كده الـ Geodesign هو مزق أو الدمج ما بين الاثنين خد الحاجتين الحاجة القوية في المكان والحاجة القوية في الـ Design في التصميم وبدأ إن هو يبقى ليه منهج لوحده أو الطريقة بتاعه وبحيث إن هو هو بيعمل تصميم الجائس هو ما بيعمليش تصميم بس هو بيقدر يديني تحليلات أخذ على بناء عليها قرار جيد ودقيق في التصميم فبالتالي هو أخذ الاثنين عن طريق إن هو يدمج ما بين الاثنين يقدر يطلع في الآخر بقرار مفيد قرار يعني يعرف نتائجه إيه دارس المشكلات المتوقع عن مدى البعيد والمقدة القريب طبعا الجيو ديزاين هو يعني الفترة الأخيرة من 2018 حد دلوقتي ظهرت كذا تعريفات كذا حد تكلم عنه من الأسادزة في الجماعات البرة وكلموا عنه زي وفي المؤتمرات خصوصا شركة إزري يعني رئيس شركة إزري هو جاك دانجرموند فهو تكلم عنه وده كترة كتير كسي كارل ستايلينز أهمهم طبعا هو شانون مسيليفاني وده قال إن الجيو ديزاين هو طريقة متكملة بتجمع ما بين الناس اللي هما بيعيشوا في المكان بيشوف الرؤية بتاعتهم إيه اللي هو المشاركة المجتمعية وما بين النمزجة المكانية يعني يعمل نموذج مكاني بيحاكي المكان اللي هو هيصممه تاني حاجة بعدنا بيعمل التصميم بتاعه بيدرس بيعمل محاكاة للتأثيرات بتاعته هل التصميم دو متوافق فعلا مع البيئة بتاعته ولا فيه مشاكل ولا بعد عشان ما أخدش قرار بعد ما أخد القرار وأبني مثلا وأعمل مدينة أرجع علي إن المدينة فيه مشاكل ظهرت طب المشاكل دي بتظهر البناءة عن إيه لشان أنا قرار غلط ما راعتش أو ما درستش تأثير الحاجة دي هيكون إيه بعد كده فهو أنا باخد احتياجات الناس إيه برضو براعيها ودي أهم حاجة إن أنا أشوف احتياجات الناس اللي هتعيش في المكان ده إيه أنا مش بخطط حاجة لنفسي طب أخطط حاجة للناس فهو بالتالي لازم أشوف احتياجاتهم ووافق ما بين احتياجاتهم وبين البيئة اللي هما بيعيشوا فيها وطبعا هو الجو ديزاين بيتحلي الحاجة اللي هي الميزة فيه إنه بيتديني يعني الفيدباك بتاعته بتبقى في الوقت اللحزي بيتديني انت الكرار بتاعك ده أخطأ أو غلط لا فيه هنا مشكلة لازم تحل لها فيه هنا مشكلة ظهرت لازم تعملها فبالتالي هقدر أخد قرار صح ودقيق مية في الماء دكتور كارلس تايتنز ودود في جامعة هارفورد هو أحدد في هو طبعا يعني أستاذ لاندسكيب هو أحدد في الفريم أو الإطار بتاع الجو ديزاين قال إن لازم يكون فيه ستة أسئلة قبل ما تشتغل على أي تخطيط أو أي تصميم لازم تحط الأسئلة دي قدامك ولازم تجاوب على الأسئلة دي والتصميم بتاعك يجاوب على الأسئلة دي السؤال الأول هو أن إحنا إزاي يعني هنوصف الواقع اللي إحنا فيه المكان اللي أنا هنصم فيه أو أصفه إزاي؟ أصفه صح؟ أشوف إيه كل مكوناته؟ العناصر بتاعته من كل حاجة سواء كان بقى الأرض أو المناخ أو الطبيعة كل حاجة فيه تاني حاجة إن أنا إزاي الواقع دوت أو المكان بتاعي دوت بيشتغل يعني الطريقة يعني إزاي النظام البيئي اللي موجود في المكان ده إزاي يعني يماشي إزاي؟ إيه الطريقة اللي هو ماشي بيها؟ عشان أنا ما أخشش أعمل حاجة تخلي بالنظام البيئي ده فبالتالي هتحصل مشاكل كتيرة وده اللي بيحصل دلوقتي رقم ثلاثة هو إن المكان اللي أنا فيه هل هو بيعمل بشكل جيد؟ ولا هو فيه مشاكل وأنا داخل أحلها؟ يعني هو دلوقتي تمام كويس؟ ولا أنا اللي هخش هتخش أعمل مشاكل؟ ولا هو فيه مشاكل وأنا اللي داخل أحل المشاكل ده حط تصميم أو تخطيط جديد للمنطقة فبالتالي تحل المشاكل بتاعته المكان ده رقم أربعة في الأسئلة اللي هو حددهم كارلس تايتنز رقم أربعة هو إن أنا زي أقدر أغير في المكان بتاعته؟ إيه المسموح ليه إن أنا غير في الموقع بتاعي أو المكان بتاعي؟ إيه القدر المتاح ليه؟ عشان أنا مثلاً لو أنا جاي في مكان يعني إحنا مثلاً ههدي مثال بسيط أو أن إحنا في مصر دايماً عملين الكلمة على سيناريو الرابط ما بين البحر المتواصل ومنخفض الأطارة بس إحنا الموضوع مش سهر مش مجرد إن إحنا نحفر القناة تواصل المية ما بين مخفض الأطارة والبحر المتواصل لا فبقاً إذا يحصل فيه مشاكل كتيرة ممكن تحصل مشاكل كتيرة من الضغط كمية المية اللي هتنصل في المخفض دهات هتنتج عنها زلازل هتنتج عنها كده بخل في النظام البيئي وده زي اللي حصل في بحرة السد بقيت يحصل زلازل هناك في منطقة ما كانش بأصلاً تاريخها كله كانش منطقة زلازل فهو ده اللي أنا ما أعرفه إذا ما أعرف إن التغيير اللي أنا هعمله ده هيأثر ولا مش هيأثر بعد كده عايزة أعرف برضو الاختلافات اللي هتحصل بسبب نتيجة التعدلات اللي أنا هعملها هل هي لا تختلافات إيجابية ولا اختلافات سلبية آخر حاجة هو أن أنا أجاو برضو على السؤال هو أنا محتاج فعلاً إن أنا أغير المكان بتاعي أغير فيه وتدخل فيه ولا مش محتاج أنا ممكن أتعامل معاه كهو نفسي وكننظام هو من غير ما أغير فيه من غير ما أحطي فيه حاجة تدخل بالنظام ده فأظهر لي المشاكل بعد كده وهذه فكرة إن أنا أحترم البيئة وأتعامل مع البيئة بشكل احترافي أكتر بشوهي طبعاً الإطار بتاع الجيو ديزاين اللي حطه كارل ستايتند هو إن أنا بدمج ما بين أربع حاجات زي ما قلنا إن أنا بشوفي احتياجات الناس إيه الناس اللي هم في المكان شوفي احتياجاتهم وراعي في احتياجاتهم دي المكان طبعاً بتاعهم المكان الجغرافي أشوف هم فعلاً احتياجاتهم تتوافق مع المكان ولا لأ رقم ثلاثة إن أنا بستخدم تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات هي اللي بتقدر تحلي إن أنا هعمل بقى التحليلات اللي أنا مكنتش أقدر أعملها كعقل بشري شأقدر ألم بكل حاجة عشان أعمل التحليل ده في حاجات لازم تسقط مني فلا تكنولوجيا المعلومات دلوقتي والبرمجة والبرامج والتقنيات الحديثة هي دي اللي هتساعدني إن أنا ألم بكل حاجة ما تفيش حاجة تسقط مني آخر حاجة أنا بوصل للتصميم بتاعي تصميم احترافي ما فوش فيه أي مشكلة ما فوش بعد كده مشكلات مستقبلية هتظهر لإن أنا مراعية الكلام ده وده اللي هنشوفه بعد كده في الإطار بتاع الجي ديزاين إن هو بيقوم على فكرة تفكير خارجي الصندوق تفكير الإبداعي مش إن أنا بس بشوف الحاجات لا أنا بتوقع المشكلات الغير متوقعة ودول اللي هم الأربع حاجات اللي قلنا عليهم ده التعريف المكاني للجي ديزاين هو التعريف المكاني ده يعني بيحدد أنا السكيل بتاعه أو الجي ديزاين إيه أنا طبعا عارفين إن في التخطيط بيبقى فيه تخطيط إقليمي، تخطيط عمراني، تصميم عمراني بختلفة المقاييس فالجي ديزاين هو بيكون ما بين حاجتين وبين زي ما قلنا العلم الجغرافية اللي هو بيتعامل مع الكوكب كله أو العالم كله بتاعنا وبيوصل بيتدرج شوية بينزل لحد المستوى الإقليمي والمستوى الوحدات العمرانية الديزاين هو بيتعامل من المستوى الوحدات العمرانية للمستوى الأقل فهو الجي ديزاين هو بيدمج ما بين الاتنين فهو بيقع ما بين الاتنين دول في المستويين هو بيتعامل مع براعي يعني لكي اصمم وحدة عمرانية وحدة سكنية حتى صغيرة انا يجب ان أراي كل المستويات العالمية ان ترى المكان دا فعلاً هو متوافق مع التصميم بتاعي او كان التصميم بتاعي هيظهر له مشاكل بسبب انه لم يبقى هنا انا يمكن ان افعل تصميم وانا تصميمي كمورة مثلاً مش متوافق مع المناخ مش متوافق مع الجو والجو بتاعي فأنا يجب ان أرايي هذه الكلة جيو ديزاين بقدر يدي لي القرار ان انا فعلا انا مهنة فعلا تصميم بتاعي دقيق بيقيم لي اي ان انتبه التصميم بتاعي دقيق وفعلا متوفق مع البيئة ولا مش متوفق اهمية الجيو ديزاين بقى فاربع حاجات اول حاجة ان هو تصميم قائم على علم انا مش بس بعمل تصميم تخيلي انا اخدت شكل وفكرة تصميمية جديدة او حاجة تخيلية انا تخيلتها لا هو تصميم تخيلي برضو انا بدمج مبلة اتنين تخيل والابداع وبجيب العلم بتاعي بشوف التصميم بتاعي هيتوافق فعلا مع البيئة ولا مش متوافق في مشاكل ينفع ولا مش ينفع علشان انا ممكن يكون عندي اعمل تصميم كويس جدا بس تظهر مشكلة زي مثلا مشكلة زي بتاعة الكاهرة الجديدة مشكلة سيولي هتباوز اصلا من التصميم اللي انا عامله كنت عامل تصميم حيالي وروعة ففي الاخر هو كده ملوش لازمة ملوش قيمة تاني حاجة هو تصميم قائم على القيمة القيمة هنا ان هو بيراعي حاجتين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي الشرط ان انا برضو لازم اراعي الحاجتين ده ولازم اراعي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية رقم 3 ان هو تصميم متكامل متكامل ومتعدد الخيارات فانا بقدر ان انا اتعامل مع كل المقاهيس وكل الانواع وكل يعني كل الحاجات اللي عندي اخر حاجة هو بقدر ان هو يعمل لي ادارة الحاجات المعقدة زي ما قلت انا بيبقى عندي مدخلات كتيرة جدا خلات كتيرة دي انا كطبيعي بشريا انا مش اقدر ان انا اتعامل معها كلها مش اقدر اخدها كلها في الاعتبار لازم لازم طبيعي ان في حاجة تسقط مني لازم وانا بخطط انا ممكن بعمل دراسات كاملة قبل ما اعمل تخطيط بعمل دراسات بيقية فيها بقى جيولوجيا وتربة ومناخ وسيول وهيدرولوجيا وكل حاجة في حاجات لازم تسقط مني عمر ما هطلع قرار 100% فهو بالتالي هو بيوفر لي الحاجة دي بيوفر لي ان انا اخد قرار صحيح 100% بناء على المدخلات اللي انا دخلتها له وبرضو دي حاجة مهمة كل ما تكون دقة بياناتي انا دقيقة ان انا مدخلها له كل ما هكون القرار اللي هو هيدهوني دقيق اكتر ده اللي احنا قلناه اللي هو الادارة يعني بيامل ادارة لحاجات المعقدة ازا ما قلنا ان طبيعة العقل البشري مش تقدر ان هي تلم بكل حاجة لازم في حاجات توقف لان احنا يعني دي الطبيعة البشرية فلازم حاجات هتوقع منين لازم حاجات مش هنقدر ان احنا نراعيها مع بعضها وده هو بيوفر لي ده طبعا يعني بيبين ازاي ان هو بيتعامل مع كل البيانات بيتطلع كل حاجة بيتعامل بياخد كل البيانات وبيديني الاخر يعني قرار واحد اقدر فعلا اتعامل به قرار دوت بعد تقديمه وبعد ما بيراعي كل حاجة وبشوف الناس اللي هيكونوا في المكان دوت اللي انا بخاطط لهم هم فعلا راضيين عن الحاجة دي او مش راضيين ويقدر ان انا اتعامل معه طبيعة العمل بقى في الجيو ديزاين هو بيعتمد على يعني مش بيعتمد هو فكرته اساسا هو قائم على الجايس بس الجايس هو احنا قلنا ان هو بيبقى يعني محدود كان محدود شوية هكام بس دلوقتي لقى ان هو كان بس بيعمل لي التحليل وبيديني كل حاجة وبيقف عند حتة عند الديزاين بيقدرش يعمل التصميم بس دلوقتي طبعا هو خلاص ببرامج الجديدة اللي ظهرت والامكانيات الكتيرة اللي ظهرت فيه فهو دلوقتي خلاص بقى هو يعني هوا احنا ممكن نقول ان الجيو ديزاين هو تطور بتاع الجايس طبعا تاني حاجة هو بيفلي يعني فكرة التعاون تعاون بين الفريق اللي شغال الخبر اللي شغالين في المشروع او التعاون مع اصحاب زي ما قلنا اللي هما الستيك هولدرز اللي هما اصحاب المكان اللي انا بخطط لهم وبابنلهم فانا برضو بتعاون معاهم بشوف هما احتياجاتهم ايه في الوقت اللحزي بشوف احتياجاتهم وقيمها قلهم اه او لا عشان نقدر في وقت بسيط جدا احنا نخلص كل حاجة ونكون واخدين قرار فعلا في الاخر ناجح مية في المية ابديكيتف ان هو بيكون ده اللي احنا قلنا عليه بقى ان هو ما بيعتمدش على التفكير المنطقي بس اللي هو التفكير اللي عادي بتاعنا هو بيعتمد على التفكير الابداعي خارج عن الصندوق انا مش بس بفكر في الحاجات اللي هي قدامي دلوقتي لا انا بفكر بعدين يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا مشكلة التغارات المناخية كل شوية درجة حرارة بتزيد فيحصل عنها مشاكل تانية في اماكن يعني احنا كان في اماكن ما بتحصلش فيها مثلا يعني هم مثلا لما خدوا قرارنا هم يخططوا مدينة الكاهرة الجديدة ممكن قعدنا فترة عشان احنا عندنا سيول في مصر احنا مناخ بتاعنا طبيعة المناخ بتاعنا فدي سيول ما بتحصلش كل ممكن مش بتحصل كل سنة بتحصل على فترات متبعدة كل عشر سنين زي مثلا راس غارب راس غارب كانت قعدت فترة كبيرة عشرين سنة ما بحصلش فيها سيول وفجأة في 2016 حصل سيل موت ناس وخسائر وصل حوالي 150 مليون جنيه فهو الفكرة في كده انه هو ما بيفكرش بس في الحاجات اللي حتى هدبقى بعد عشرين سنة ولا بعد لا هو بيفكر وبياخد داتا كتير جدا اعتمد على البيت داتا بيحول الديتا دي بيقعد يعمل لها وتحليل علشان يشوف هل فعلا ممكن يشتغل على داتا بتاعت مئة سنة مئتين سنة ويقول والله أنا بعد ما حللت أنا طلع عندي ان أنا بيحصل ممكن يحصل كل عشرين سنة كل تلاتين سنة فناخد بالي حتى لو أنا هتطمن لمدة عشرين سنة لأ بس سنة بعد العشرين سنة هتظهر عندي مشكلة فأنا لازم أحل هاخد حط في الاعتبار المشكلة دي قبل ما وصل ان أنا بعد العشرين سنة تحصل عندي المشكلة دي الجيو سكيتشنج هو برضو حتى الطبيعي بتاعنا ان احنا في بداية اي مشروع بنعمل عنه سكيتش ونقعد نرسم الحاجات البداية الهيئية للأفكار حتى في الأفكار وفي رسم الأفكار أنا لازم ونا برسم حتى لو بعمل سكيتش عادي لازم أشير لكل الحاجات اللي بوجودة في المنطقة لازم أشوف مش بس احنا بنعمل احنا بنعمل سايت آناليس بتاعنا اللي هو دلوقتي حاجة عادية نعمل حركة الشمس الظاهرية والحاجات دي لا ده مش كافي ده مش ان انا أقول الرياح بتتحرك من هنا ل هنا الشمال هو فأوجه عليه مش ده ده مش كافي لأي تصميم خصوصا في الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي فانا لازم أشير لكل حاجة لازم أعمل تحليل لكل حاجة وعلى فترات كبيرة مش فترات قليلة بيديني كمان الفيدباك بتاعته بيقدر ان هو يديني انت الحاجات بعد ما هو عمل التحليل وعمل عملت السكيتشين بتاعتي كل حاجة بيقول لي انت عندك فيه مشكلة هنا فيه هنا كذا فيه نقص هنا فيه هنا حاجة ممكن تستفيد منها مش كمان بس عندي حاجة فيه مثلا حاجة معينة انا ممكن استفاد بيها منظر اي حاجة وفي الاخر عشان اقدر اطلع التصميم بتاعتي او البدايل بتاعتي البدايل التصميمية كمان هو بيتحلي ان انا حتى لو عمل اكتر من بديل وفيه كل بديل بقيمه طبعا بشوف ايه البديل اللي هو الاخر واخد اعلى تقييم هو ده اللي بشتغل عليه هو مش بس بيعمل لي كده هو بيقدر انه هو يدمج مبين كذا بديل فياخد من كل بديل الحاجة المناسبة طلعلي في الاخر هو التصميم نهائي واحد متوافق يعني ناجح بدرجة 100% دي يعني اللي احنا قلناه في الجي اس الجي اس الاول قبل ما يبقى فيه جي اس كانوا بيستخدموا الخرايط العادية بيعمل الوفر لايينج بتاعهم وكانوا بقى بيعدوا يحددوا بالطريقة المانيول حددوا الموقع بتاعهم والملأمة وازاي لما كان دوات مناسب ولا ده مش مناسب فطبعا ديك عملية صعبة جدا وهي بتبقى منوال ما بتبقاش دقيقة 100% فالجي اس طبعا موفر كل ده هو بيعمل عن طريق مودل أو آية كان مش مودل هو ادوات جوا جوا موجودة في الجي اس يقدر انه هو يعمل تحليل الملأمة وتحليل كل حاجة بخطوات بسيطة ودقيقة 100% دي طبعا يعني خطوات اللي بيشتغل بيها الجي اس انا ببدا اجمع الدياتا وارصودها وعمل تحليل والديزاين واخد الفرار بتاعه وفي الاخر ابدأ في التنفيذ التعاون زي ما قلنا مش بس التعاون ما بين الفريق الوحده انا كمان يعني زي ما قلنا ان احنا الفريق اللي شغال فيه خبير بيئة خبير اقتصاد خبير خبير اي يعني كل الخبر اللي موجودين عمران تصميم بيبقوا كلهم بتعاونوا في حاجة واحدة مش كل واحد بيطلع منتج وفي الاخر بتاع التخطيط العمراني هو اللي بيبدأ يجمع كل دول ويطلع بقى في الاخر التخطيط لا هما كلهم مع بعض كلهم في نفس الوقت بياخدوا القرار في حيث ان كل واحد يبقى قراره متوفق مع التاني فيش مشاكل اللي بتحصل كلهم بياخدوا قرار فعلا يعني صاح 100% كمان بيتعاون زي ما قلنا مع اصحاب المكان اللي هم المجتمع اللي هيا المجتمع اللي انا بخطط له فانا بالتالي لازم راعي اكتر حاجة فكرة المشاركة المجتمعية ايه دي باساس التنمية المستتابعة وده قلنا التفكير الابداعي لمنطق اللي هو خارجة الصندوق الجيو سكتشينج الفيدباك بتاعته البداية للتصميم هنا الجيو ديزاين هو المنهجية بتاعته هم بيوصفوه كده ان هي بتبقى خط واحد مفيش فيها يعني مراحل ولا يروح يعني مفيش مراحل مراحل كتير مجرد ان انا بعمل الديتا بتاعتي دي فيديت بعملها سواء كانت جاي اس بقى في اي يعني داتا بيز فابدأ ان انا اعمل التصميم بتاعي وقيمه في نفس المرحلة بحيث ان انا ما طلع البلاي بتاعي وطلع المخاطط بتاعي انا عارف خلاص انا اخذ التقييم مش هنزل تحت لاي مشاكل لا انا دارس كل حاجة انا عارف انا هنزل بحث في اي قبل منزل انا عارف في اي موجود اي فكل حاجة هتبقى موجود يعني في الجاية معايا في الوقت طبعا طبعا ان انا اخطط للمستقبل ده شيء يعني دي حاجة مهمة وده حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها الجو ديزاين ان انا قدر اعمل كومبلكس موديل زي كده موديل معقد رأى في كل حاجة كل حاجة انا متخيلها من اكبر حاجة الاصغر حاجة بحيث ان هو يطلع لي فعلا اختيار وتحديد المكان لاي مخطط اللي انا بعمله والاستعمالات اللي موجودة وتوزيعاتها كل حاجة فيه تكون دقيقة ومطافقة مع البيئة بتاعتها وده اهم حاجة انا ممكن اعمل تصميم لناس يعني ممكن اقترح لهم حاجة الناس دي اصلا مش هتستفاد منها يعني فمش هم دول المجتمع او الفئة من المجتمع اللي محتاجة لها الاحتياج ده الجي دوزاين كتكنولوجي بقى بيعتمد على ايه بقى في التكنولوجي وطبعا بيعتمد على يعني زي ما قلنا التكنولوجيا الجديدة فإطار التشغيل بتاعه وده سواء بقى البرامج اللي هتشتغل عليه وتكون شغالة على برامج ايه معينة خافش مش مش شارط برامج معينة فيه برامج هنقولها دلوقتي اللي هي قوية في الموضوع ده بس هو يعني بتاني حاجة ان انا عمل نمازج البيانات البيانات بتاعتي عمل لها ننزاجة وشوف انا طلع جدل لكل حاجة عشان اقدر ان انا اخذ عليه قرار واحد واعمل التصميم بتاعي ادوات المليال يعني الانشاء والتعديل ان انا اقدر اعمل بقى اي حاجة اعمل اي تصميم واعدل واعدل على زي ما قلنا الحاجات اللي موجودة في الواقع انا خلاص عملتها يعني اللي هو نموذج عندي اعدل عليها وشوف التعديلات دي هتوى عاملة ازاي وادوات العرض والادوات اللي هي التحليل المكاني وفي الاخر وكمان بيعمللي موضوع الفيدباك والداشبورد خلال الداشبورد بيطلعلي فيها كل حاجة انا عندي ثلاث بديل مثلا وبيطلعلي كل بديل قوي فين وضعيف فين المشكلات اللي فيه ايه الحاجات اللي هو قوية فيه ايه اللي انا رأيتها فيه صح هنا ايه هنا غلطت فيه السيناريوهات اللي انا حاطتها وبيطلع كمان يقوللي ان السيناريو بتاعك ده يعني انت فعلا حطه صح او حطه غلط في مشاكل فيه نقص التعاون التنفيذ في الاخر اللي هو الادوات البيناية اهم حاجة بها في الجو ديزاين عشان ابدأ الخطوات بتاعتي احنا قلنا في اي حاجة لازم ابدأها لازم اعمل اعمل القليجتي للداتا بتاعتي اكد اعمل لها النهالي سيس باقي اعمل تصميم فانا عشان اعمل كل خطوات كل خطوة مبنية على التانية واهم خطوة عندي هي خطوة الاولى ان انا اعمل موديلينج للداتا بتاعتي اعمل نمزجة فانا كل ما اكون الموديلينج بتاعي او الداتا بتاعتي اللي عندي انا مجمعها صحيحة ودقيقة 100% كل ما ده طبعا ويديني في الاخر نتائج 100% برضو دقيقة جدا فانا بقدر اعمل موديلينج عن طريق كذا حاجة طبعا تكنولوجيا دلوقتي بقت مختلفة كتير جدا فحنا هنتكلق يعني مثلا اول حاجة احنا لو قلنا اللي در دي بيانات اللي در وده اللي در انا ممكن بكون يعني بيبقى على كذا حاجة عبارة عن كاميرا التصوير التصوير بالليزر بتكون سواء بقى على درون او طيارة تصوير جوي تاني حاجة الليزر سكانر الليزر سكانر هي اجهزة من اجهزة المساحة بتقدر نهاية تطلع لي point cloud بتعمل classification كمان للpoint دي وبيعمل تصوير يعني هو بيعمل لاتنين فانا بالتالي بيبقى عندي موديل كامل 3D point cloud وعندي تصوير للمكان بتاعي اي نقطة انا عايزها على الصورة بتبقى موجودة معها x y z ودكتها بتبقى الاكيروس بتاعتها توصل لنص ميلي واقل كمان تاني حاجة الموبايل mapping system دي احدث تكنولوجيا المساحة الموجودة في العالم ببارة عن الجهاز بيكون متركب فوق عربية اي حاجة متحركة وهو بيمشي بيبقى كاميرا وبيبقى فيه الليزر وفيه الGPS والINS وبيبدأ انه هو يرفع كل حاجة العربية بتتحرك هو بيرفع كل حاجة موجودة في المحيط بتاعه برضو يطلقى لي point cloud قدر نعمل بيمودل وده هنشوف دلوقتي المثال اللي احنا جايبينه دولة سنغافورة ازاي عملوا بدأوا التجربة بتاعتها طبعا الUEV وده اللي هو الدرون الدرون طبعا هي طيارة بدون طيار بتكون بتميز عن تصوير الجو انها ارتفاعها بيبقى من 150 متر انتين متر طبعا دكة البيانات بتاعتها resolution بتاعتها 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 بتبقى عالية جدا فبتحلي كل البيانات بتوصل كمان معايا دكتها ان انا لو عندي شروق في مثلا في مبنى معين بتتجيب لي الشروق دي وتبقى ظاهرة معايا الReality modeling وده بقى الحاجة الجديدة اللي ظهرت ان انا مش محتاج ان انا اعمل ودي هنشوفها اهي دي امثلة للانواع البيانات اللي بتظهر على الشمال من فوق ده البيانات الارضي جهاز العادي تحت منه ده LiDAR جنبه طبعا ده الدرون لفوق في النص جنب منه على يمين ده Mobile Mapping System وتحت ده اللي هو النمزاجة الاجرائية ودي هنتتكلم معناها الData Modeling احنا عندنا فيه النمزاجة الاجرائية اللي قلنا عليها ودي عبارة عن ان فيه برامج بتوتيح لان انا اعمل نمزاجة عن طريق بس عن طريق شوية اجراءات انا بعملها في البرنامج يطلع للحاجة اللي انا محتاجة يعني انا مثلا انا خلل شوية يعني البرامج انا كده اللي انا عايز مبنى مثلا نساحت وكذا عدد الادوار فيه كذا في الشابيك كذا بارتفاعش كل تفاصيل بتاعته سواء توصل كمان للتراز المعماري والعمراني بقدر ادخل هاله بس كده عن طريق شوية اوامر هو بينشئ هالي على طول مش محتاج ان انا اصمم بقى على 3D ماكس واعمل كل الحاجات دي لا هو بيعمل ها على طول دي طبعا بتبقى فيها يعني رؤية متعددة بتبقى رؤية الحقيقية وال3D يعمل render كمان وبيقدر انه يديني تقارير تقارير دقيقة كمان جدا سواء كانت التقارير دي يعني تبقى attribute وبيانات وصفية تقارير عادي بيكون حاجة ان انا دينامي قدر اتحرك واشوف التقارير دي ايه المشكلة وبيظهر لي المشكلة بتاعتها وده مثال عليها ان انا بيكون عندي بس مجرد القطعة الارض بتاعتي عن طريق script انا بدخله وجمان اللي غبر مجر زي بايسون انا بدخل البكتب بالحاجات اللي انا عاوزها هو بينشئ لي على طول بيبقى وده اللي هو CGA ال Computer Generating Architecture ده اللي يعني ساموه التوليد المعماري باستخدام الكمبيوتر بعد كده بقى فيه اللي هو Reality Modeling وده اللي احنا قلنا عليه ده حاجة زخرت جديدة ان انا ممكن نعمل لأي حاجة موجودة في الواقع من غير اجهزة ولا حاجات بقى غالية ولا جيب بقى Laser Scanner ولا الكلام لكل عن طريق ممكن بالموبايل العادي بتاعك بكاميرا الموبايل تعمل موديل لأي حاجة بس طبعا كل ما تكون الكاميرا احدث شوية كل ما الموديل يكون دكته اعلى ده فيديو بسيط بيوضح ازاي موضوع الـ Reality Modeling اللي أنا ممكن بالكاميرا العادية وهنا بيعمل موديل للمبنى ده هو مستخدم هنا مش كاميرا باعش عن المبنى طمعا كبير وفيه تفاصيل مستخدم الكوبتر اللي هي زي الدرون كده مركب فيها كاميرا عادية ممكن كاميرا اي حاجة يعني مش شرط مش كاميرا معينة وبيبدأ يتحرك بس بحيث ان هو يرعي ان يكون في اي اوفرلاب ما بين الصور يكون من 60 ل70 في المائة يعني يكون مغطي المبنى بكل تفاصيل وبرنامج سهل وبسيط وموجود متاح لكل الناس عادي بيدخل الصور دي بيعمل لها import هو البرنامج لو الكاميرا نديفة شوية بيقرأ sensor size بتاعها والفوكال لنس البعد البقري بتاعها والكاميرا اصلا بيبقى محدد فيها position بتاعها legs ولا والزل داع علي يعني همكن نرجع تده هو هنا اول محط عمل add لل import للصور اللي هو عملهم 126 و 136 صورة في الفوكال لنس هنا الفوكال لنس وال sensor size دول هو اراهم لو حتى لو انا معاي موبايل عادي ممكن ما بيقرهم انا بجيب بجيب من بيانات تا الموبايل دوت الكاميرا بتاعته ايه والفوكال لنس بتاعها كام وبكتب هم عادي بس الفكرة كلها انا اكون مشغل GPS بتاع الكاميرا وانا بسوق عشان يقدر ياخد position بتاع الصور دي طبعا كلما تكون المكان في مفتوح برا عشان الموبايل بيبقى كيروس بتاعه من 10 متر مثلا قال حاجة ممكن خمسة متر في الاماكن اللي هي وكمان هنا بيقرأ هو هو ارى الاحداث بتاعها بيبدأ يقوله بس يعمل generate وبيختار بس الاماكن اللي هو خلاص بيعمل البروسيسنج على طول غير ما بيتدخل فيه غير ما بيعمل اي حاجة وكي اطلع المودل المودل باين فيه هز وحاجات كده بس ده عشان الكاميرا مش بتصور بس طبعا المبنى بتاخد تصور كتير وهي بتلف وكل يعمل لها filtration هي قص منها الحاجات اللي هو مش محتاجها لشان محتاج بس المبنى اللي هو كان بيصور واس طبعا يعمل هزاي كليب كده بات بات الماسكة يختار الماسكة كمان بيختاره ده الاسكوات اللي هو شغال عليه بس كده يعرض الموديل بتاعه 3D و الدقيق طبعا بيعتمد دكته على الكاميرا كل ما تكون الكاميرا امكانياتها اعلى كل ما تكون تطلع معي دكة الموديل عالية ده كده كان برنامج اللي اسمه الكونتكست كارتل ده من شركة بنتلي في برضو برنامج تاني من شركة بنتلي هي معاها برضو شركة اسمها EON Software ده برنامج اسمه Lomen RT نشوفه دلوقتي ده بقى مخاصص طبعا يعني هم حتى مخاصص للجو ديزاين البرنامج ده الميزة فيه انه هو بيتحلق كل حاجة انا بعمل موديل بتحرك فيه Real Time Modeling بتحرك في الموديل بتاعه بشوف التأثيرات المرور حركة المرور بوقف اشارات بشوف انا لو زودت ميدان الميدان ده حركة المرور هتبا يكون فيه ازاي بزود كسافة مرور بقلل في وقات الظروة بقللها بعمل كل حاجة هو شبيه طبعا زي الوميون بس هو ده بيختلف ان هو البرنامج ده يعني بيختلف ان هو بيجيب ويقدر هو فيه حاجة ان انا اجيب الواقع الحقيقي وكما نجيب كمان ال Digital Elevation Model للمكان كل حاجة هنا بيغير الفصول السنة تجاهات الرياح طبعا بيتحكم فيها وده كده كمان ده الجزء من البرنامج اللي هو بتاع اللي هو الشو بتاع العرض مش كمان بتاع الموديل نفسه يقدر يغير طبعا في التدريس اللي عنده يزود يعلل منسوب المياه منسوب المياه اللي هي منسوبها خلاص قريب جدا للبحر في اماكن منها بدأت فعلا بغمورها المياه فانا اقدر اعمل كده اقدر ارفع منسوب المياه واشوف هيوصل بعد لمسلا 10 سنتي كمان لما يزيب الاماكن اللي تتضرر اكتر من كده وعمل السيناريوهات بتاعتي دين مرور زي ما قلنا دين مقدم دين حركة العربيات ازاي العربات بتوقف العربات تانية بتتحرك عين تبدأ تخش معاها بتعمل طبعا مع كل حاجة كلايرز اقدر اظهر الليرز واخفي منها اللي انا عايزه اعمل اعمل ويشتغل اندور و اوتدور كمان مش بس اوتدور اعمل ممكن نقل بس في عشان الوقت بعد في كيس ستادي بقى اللي معنا النهاردة هنتكلم عن سينغافورة الحقيقة سينغافورة هي أكبر مثال وأفضل مثال في العالم كله كدولة استخدمت منهج يعني مزبوط فكر جيو ديزاين تفكير صح 100% وصلت دلوقتي أنها من أقوى اقتصاديات في العالم وأقوى مدن في العالم بيتصدر تخطيطه عمراني والعمران للمعظم الدول في العالم سينغافورة كتاريخها هي 200 سنة كانت تبع مستعمرة بريطانية يعني محتلة وكانت عبارة عن ميناء تجاري كده للبريطانيا وفقدرت أنها في 50 سنة تحولت تبقى من أقوى اقتصاد في العالم سينغافورة على فكرة هي بس فيه ناس كتيرة جدا متحط عندنا مشكلة وتقول أننا عندنا كسافة سكانية وأننا عندنا مشكلة دي كبيرة جدا نقدرش نتعامل معها سينغافورة عدد سكان بتاعها 5.500.000 نسمة وهي ثالث مدينة من حيث كسافة سكانية في العالم أعلى ثالث مدينة يعني ده برضو مشكلة كسافة سكانية بس ما هي ما وقفتش قدام المشكلة دي وقالت بقى أنا مش أقدر وعنده كسافة سكانية مش أقدر أستوعبهم وكلام ده كله من 1960 سينغافورة استقلت عن نفسها وبدأت في النهضة بتاعتها أول حاجة سينغافورة عشان تبدأ النهضة بتاعتها بدأت بحاجة يعني هي خلاص كانت عندها هدف أن هي تتحول لمدينة زكية مدينة متقدمة فأخذت القرار القرار دوت كان بدايته أن هم يبدأوا يعملوا يحدثوا قاعدة البيانات الجغرافية بتاعتهم عملوا قاعدة بيانات كاملة للمدينة بتاعتهم في الآخر كمان بقى عندهم نحن بنسميه اللي هو الديجدل توين دلوقتي هم بقى عندهم حاجة اسمها سينغافورة الافتراضية صرفوا 52 مليون دولار عشان يعملوا الموضوع ده فهم يعني اهتموا جدا بموضوع تجميع البيانات عشان يقدروا في الآخر فعلا ان هم يقضوا قرار يكون القرار دوت صح 100% ما يقصرش بعد كده طبعا سينغافورة اعتمدت بشكل كبير جدا على مشاركة المجتمع كله في عملية التخطيط من الألف إلى الياء يعني من بداية التخطيط لحد النهاية وده خلى ان عندهم يعني جميعها جديد جدا اللي هو التخطيط المستقبل في سينغافورة فحتى هم كانوا ماشيين تحت شعار كده ازاي يلهموا الناس في الابتكار ازاي الناس تفكر معاهم ازاي الناس تديهم أفكار بحيث ان هم يتقدموا الناس سعيدهم في ده هم عملوا عندهم حاجة اسمها او معمل اسمه معمل المدن المستقبلية وده ان هم يخلوا من خلاله بدأوا يسألوا الناس عن اللي هم عايزينه من خلال ان هم يعني يخلوا الناس تعيش في المستقبل تعيش في المستقبل ازاي هم عملوا حاجة عندهم بعد ما عملوا خلاص السنغافورة الافتراضية بقى عندهم موديل كامل نموذج كامل على الكمبيوتر لدولة السنغافورة يعني تنزل في الشارع ده اللي موجود في نفس اللي هو الموجود في الموديل فهم عملوا حاجة باستخدام طبعا الVR اللي هو الواقع الافتراضي عملوا حاجة اسمها اللي هو قودة دراجة الى المستقبل بقى يجيبوا الناس اللي هم سكان يركب الدراجة دي يحطوا التصميم بتاعه على اللي هو الموديل بتاعهم اللي هم السنغافورة الافتراضية يحطوا التصميم ويخلوا الناس يشوف تمشي يعني تلبس النظارة وتمشي جوه التصميم ده يشوف هل هو فعلا التصميم ده بيلبي احتياجاته متوافق معاه ولا ده يعني يعمل له مشاكل مش هيتوافق معاه فلأ هيقول لأ قبل ما ننفسه ما نعمل اي حاجة فبالتالي ما فيش خسائر الناس لو قالت تمام على التصميم والحاجة لأفكار اللي هم حطينها خلاص كويس قالوا لأ يبقى هم لسه ما نفزوش فيش خسائر ما فيش حاجة مش هيكتشفوها بعدين لأ ما بيشوفوا دلوقتي كمان هم كان عندهم عملوا أداة يعني حاجة جديدة كده اسمها أداة الننزاجة البيئية المتكملة ودي قدروا من خلالها ان هم طبعا ومعندهم دلوقتي النموذج المتكامل الافتراضي للمدينة للدولة عموما سيحشا من الصغيرة فمن خلال الأداة ديت هو يقدر يعمل تسليك تحديد على أي منطقة أي شوية أي قطعة قرض أي حاجة عندهم في المدينة طلعوا له كل البيانات بتاعتها بيانات بأدقة تفاصيل سكان زراعة محاصيل سعرات حربية الأماكن الوحدات السكنية طرق تكلفة الوحدات السكنية دي كان ايه باني في المكان دي ايه أسعار المتر أسعار الأراضي كل حاجة بالتفاصيل فمن خلال الأداة دي كمان بدأ يقدر أنه هو يتحكم في المواد اللي هيستخدمها ايه يتحكم في أنه هو الأداة دي بتحلل بتقوله عندك في المكان ده فيه ارتفاع درجة حرارة وده بقدري أنه هو يحل مشكلة الجزر الحضارية اللي احنا عندنا اللي هو احنا عندنا دي مشكلة كبيرة فبتقوله محتاج مثلا مناطق خضرة تجاوز مناطق خضرة محتاج تستخدم مواد بتسعد على البرودة كل حاجة بيدي له قرار أنه هو يحل فعلا مشاكل يتواجه العالم كله فهو ما بقاش عنده مشكلة في الحاجة دي دي طبعا النموذج اللي هو الموديل بتعمل الافتراضي فهو بيبقى عنده أدبكة تفاصيل يقدر أنه هو جوه المبنى الواحد يختار الشقة الواحد السكنية فيطلع له كل تفاصيل بتاعتها عن السكان اللي ساكن جواها كام وأساميهم كل حاجة هنا كمان مثال بيوضح في ناحية الشمال وهنا مختار نقطتين عاديين نقطة من اللي هي اللي بتاعت والنقطة الهناك وهو هنا مختار حاجتين مختلفين ده في نفس اللي هو النموذج بتاعهم الافتراضي هنا مختار ناحية اليمين أن ده شخص عادي شخص يعني سليم عادي زينا بيمشي فهو بيقوله أن هو عشان يوصل من النقطة دي النقطة التانية هو محتاج يمشي المسار اللي هو باللاخدر ده هيطلع يعبر اللي هو الكبري المشاه وينزل ناحية تاني إنما الشخص التاني ده شخص متقاعد شخص بيمشي بالكورسي مش مش بيمشي على رجله فهو هنا مطلع له أن هو الشخص ده محتاج يمشي المسار ده كله لشي مش يعرف يطلع كبري المشاه هيمشي مصار كده ويلف عشان يعدي ما عنده الاشارة ويرجع يروح المكان بتاعه فبالتالي هي تديله الحاجات تديله كل التحليلات فهو يقدر ياخد قرار السليم يقدر يحل المشكلة دي يحط حل وانت محتاج الراجل اللي هنا لو هو عنده هنا في المكان ده في ناس كتيرة مثلا بتشتغل في المكان ده لو هم زاوية الاعاقة الناس اللي يمشيش بتحتاج الكرسي فو لا هو محتاج يحط هنا حاجة تحل المشكلة دي عشان مش كل كل ما الحاد ده هيجي يمشي يليف يعدي الناحية التانية يمشي المصار ده كله ده فيديو برضو بيوضح سنغافورة والموديل الافتراضي اللي هم عملوه طبعا بكل التفاصيل فيش حاجة يعمل سليكت على اي حاجة طلع له كل البيانات بتاعتها طلع له كل حاجة متاحة عنها هم اندخلينها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هم اندخل offended لحساسين جيدا هم اندخل هنا بيجيب له الإضاءة والحرارة ده الVirtual Twin لمبنى عندهم اهو ده الوقت بيختار بلوك، بيقول له البلوك ده في المستوى الكامل والكود بتاعه ايه طبعاً النساحة والحجم بتاعه طبعاً هم الكلام ده طبعاً خلاص عندهم الـ data المتوفرة وكل حاجة دقيقة فيقدر عن طريق انه هو الـ deep learning والـ data analysis انه هو شوية الـ algorithms يقدر يخليه تتنبأ له بان مثلاً فيه بنائاً على التغيرات المناخية ايه اللي هيحصل بنائاً على تحليل بيانات مثلاً عدد السكان فمحتاج تعمل ايه، محتاج تاخد قرار تبني التزود مبانئ هنا تعمل تخطيط لمنطقة هنا كل حاجة ترجمة نانسي قنقر بسمع هو مش هيطلع بالدقة اللي هم عاملينها دي غير لما اعتمد على الحاجات اللي احنا قلنا عليها تاعت المودرينج سواء كانت بقى الحاجات القايمة أنا عشان ارفع حاجة زي كده فأكيد محتاج ان انا استخدم حاجة زي laser scanner وال mobile mapping system وال drone كمان ان mobile mapping system وال laser scanner هو مش هيجيب لي الحاجات اللي هي العالية الأسطح والحاجات دي فالتالي ان هو جايب كل التفاصيل عنده كده هو استخدم الاتنين مع بعض ده كده عشان يعملوا الحاجات اللي هي القايمة بعد كده بيبدأ يشتغل بقى حاجة زي اللي هم من RTU فيه برامج تانية والبيم والجايس وكل البرامج التصميمية ويقدر يضيف للموديل بتاعه ويضيف كل البيانات وبيربطوا كمان الحاجات دي بسنسور وحاجات هم كمان بيزودوها بعد كده عندهم في المدينة زي عشان يتحولوا لان سنغافورة هي كان عندها هدف ان هم يبقوا اول مدينة زكية في العالم وفعلا هم اول دولة يعني هم عشان يعتبروا مدينة فاول دولة زكية في العالم كده سنغافورة احنا كده النهاردة يعني تمام خلصت يعني لا سئلة بقى لو حد عنده لا سئلة جزاكم الله خيرا مش من صحمك وشكرا يا محضرة الجميلة دي ربنا خليك الله يكريمك رب الحد عنده اي سؤال ياريت يعمل او يسأل عبر اتشايت ان شاء الله في انتصار اسرات انا بس عايز اقول الحاجة احنا النهاردة كده كانت كلها بس كده كنظري ان احنا نتكلم عن ايه هو الجيو ديزاين والمكونات بتاعته والادوات والحاجة يعني احنا ان شاء الله لو في امكانها بعد كده احنا ممكن نعم بقى احنا حاجات بقى زي تحت المودرينج وكده هناخد بقى كل حاجة من دول ونشوف حاجات عملية وحاجات تطبيقية ازاي بقى نستخدم كل حاجة من دي تمام ان شاء الله وده شيء يشرفنا يعني ويسعدنا اكيد باشونس وحمد باشونس عبدالرحمان فرجيني تفضل الو سمعني باش مهندس السلام عليكم ورحمة الله ومصر خير جميعا جزيل الشكر ربش مهندس محمد على هذه المحاضرة القيمة بارك الله فيك استمتعنا جدا بمتابعة المحاضرة موضوع مهم جدا جدا وهو كان احلى خيار لاختتام هذا العام وسلسلة المحاضرات اللي نظمها بين ارابيا مشكورين جدا جدا على هذا المجهود الجبار صراحة الله يخليكم بس عندي انت حضرتك تكلمت على ملاحظة مهمة جدا جدا اللي هي اشراك المجتمع في عملية التحول الرقمي وبناء الديجيتال توين وبناء الـ 3D city modeling وطبعا انت زي ما عارف حضرتك الموضوع هذا يبدأ بتكوين الـ data set تكوين الـ layers الأساسية اللي حنحتاجها من بيانات وهذا الآن أصبح مع الـ crowd sourcing ومع الـ open data أصبح فيه مجال ميسر جدا جدا انه هو ان الـ public يشارك معنا والمجتمع يشارك معنا في بناء الـ database الأساسية لهذا الموضوع اللي تدعم بناء الـ 3D city modeling فيا ريت يعني تقول لنا وتقول للجمهور أهمية الـ public participation والـ GIS participatory mapping activities شنو هو دور انه هو المجتمع نفسه يبدأ يكون عنده awareness ويكون عنده وعي بأهمية المشاركة في صنع قواعد البيانات عن طريق الـ open data platforms مثلا بارك الله وفيكم وطبعا دي حاجة مهمة وأساسية جدا حتى دلوقتي الموضوع الـ interactive maps با دلوقتي موجود ان انت تقدر تعمل خريطة وتعمل في عاللينك بتاعها يخش اي حد يخش اي حد كمان يضيف بيانات هو في منطقة تانية ويقدر ان هو يضيف بيانات انت مش تقدر تحصل على بياناتي في الوقت ده فده برضو من ضمن موضوع المشاركة المجتمعية مشاركة المجتمعية طبعا دي اهم حاجة يعني كمان بخصوص ان احنا عندنا الوقت الامكانيات بقت متاحة جدا فبقى سهل يعني هما في سنغافورة لما عملوا موضوع المشاركة هما وصلوا المشاركة كمان بدرجة اكبر بقول حالك هما عملوا اللي هو الواقع الافتراضي عن طريقين تلبس ندارة وتتحرك في قلب التصميم فتقدر انت تتقيم معاهم تاخد قرار تقول ان التصميم ده مناسب لي ولا مش مناسب الحاجة دي بتلبي احتياجاتي ولا لأ ان انا اللي هعيش في المكان ده فهو ده كمان الموضوع المشاركة المجتمعية احنا دلوقتي الموضوع المشاركة المجتمعية بقى أسر احنا من خلال الانلاين والكلاود وكل الحاجات دي نقدر ان احنا نشارك المجتمع نريد كرارات بس احنا محتاجين في الاول بس احنا نعمل توعية يعني دي اهم حاجة المجتمع ذات نفسه لو بقى عنده توعية فعنده يعني فكرة ان هو فاهم ان هو ليه دور اساسي انه وصل فعلا شركة مجتمعية نجحة شكرا بشمانت محمد بارك الله وفيكو كل عام وانتم بخير ان شاء الله وحرق بألف ساحة وصلاف شكرا بشمانت محمد رحمين حل يوجد اي اسئلة اخرى يريت الاساس اليانوريز همد او يسر عبر الشت المهندسة روايذة بتقول محتاجين نعرف الخطوات التمريبية للتحقيق ده والوسائل والبرامج المستخدمة ما هو الخطوات زي ما احنا عارفين احنا مثلا لو هننزل نخطة طموطية سواء جديدة او قيمة فاحنا نتكلم دلوقتي على القيمة مثلا عشان فيها مجتمع عايش موجود فانا بنزل بعمل اجتماعات مع اهل المكان بعرفهم باهمية المشروع اللي انا بشتغله مشروع ده انا بشتغله لي كومنتو مش لحد تاني فالنفع يلي عائد على هما المجتمع مش عائد على اللي بيخطط فهو ده اللي انا يعني انا هبدأ اجمع الفريق من كده الموضوع ده احنا انا اشتغلت في مشاريع زي كده فاحنا بنعمل ايه احنا بننزل مش بنقه بس احنا بنتعامل مع الناس بنشوف اللي هما بنسميهم المين هولرز اللي هما القادة الطبيعية يبقى فيه في كل مكان في كل منطقة احنا طبعا مش هقدر اتعامل مع كل الناس مش هجي في منطقة فيها مئة ألف ناس خلينا اقول فيها ألف واحد مش هتعامل مع الألف واحد اسأله كل واحد رأيه ايه لا انا بشوف مين القادة الطبيعية في المكان ده هنسميهم القادة الطبيعية الناس دول هما اللي ليهم فعلا مش ليهم رأي بس هما فعلا على درجة وعي عالية يقدروا ان هما يساعدوني في القرارة ويساعدوني في ان احنا نحط فعلا حلول وحاجات تلبي احتياجات الجميع ان هما عايشين في المكان فعارفين معظم سلوكيات الناس احتياجات الناس ايه اكتر من المخاطط اللي بينزل يخاطط الوسائل طبعا احنا دلوقتي من خلال انترنت ومن خلال يعني احنا بنقدر نتعامل احنا دلوقتي بقى عاملنا سهلة كم زمان بننزل نعمل استبيان ونقابل الناس دلوقتي احنا بنعملش استبيان يعني فيست وفيس احنا دلوقتي بنعمل اللي هي الفورم اونلاين على جوجل وبنبعادها للناس وبنسأل يا جماعة احنا بنعمل كذا كذا يريد كل واحد يخش بوقت بمد بحاجة مادية حاجة معنوية حاجة لفكرة فده بقى متاح عن طريق الانترنت البرامج طبعا فيه برامج كتير يعني احنا لو تكلمنا مساء عن برامج جي اس فاشهارها طبعا اللي هو برامج ازري اركي جي اس اركي جي اس برو اركي جي اس اونلاين برامج طبعا يعني دي الحاجات اللي هي تقدر انها تاخدلي الديتا اللي انا هقدر اجمعها من الناس بعد كده اشتغل بعد كده بقى يعني الجزء بتاع المودلينج ونحن ندعم الجزء بتاع مشاركة المجتمع جزء المودلينج بقى خلاص انا هقدر هشتغل ببرامج والحاجات اللي احنا قلنا عليه هل في اي اسئلة اخرى هل يوجد اي اسئلة اخرى لاريت اللي عند سؤال قبل ما نختم يعمل ريز هند او يسعد عبر تشيرت شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة